بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على خير خلق الله أجمعين نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن سار على نهجه واقتفى أثره واتبع سنته واهتدى بهديه إلى يوم الدين أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أهلا وسهلا بكم أبنائي وبناتي الطلاب والطالبات من أبناء الصف الرابع لابتداء قسم التحفيظ أسعد بلقياكم وأستمتع بهذه الدقاق التي أقضيها معكم وأعود وأنا في شوق إليكم وإلى درس جديد من دروس القرآن الكريم ودرسنا إلى درس جديد من دروس مادة التجويد للصف الرابع الابتدائي درسنا لهذا اليوم عنوانه إثراء مراجعة لما تم دراسته في مادة التجويد لهذا الفصل تعالوا لنتعرف على أهدافنا التي نتوقع أن تحصل لنا من خلاله هذا الدرس أتوقع بعد دراستي لهذا الدرس أن أذكر القواعد العامة لحفظ القرآن الكريم أيضا أتوقع أن أطبق خطوات مراجعة القرآن الكريم أيضا أن أتأدب بأداب حمل المصحف وقراءته أيضا أن أبين أحكام الاستعاذة والبسملة هذه أهدافنا التي نتوقع أن تحصل لنا من خلال هذا الدرس درس التجويد للصف الرابع الابتدائي قسم التحبيض وإلى دروسنا التي استفدناها خلال هذا الفصل في هذا الفصل تعلمنا دروسا كثيرة واستفدنا فوائد غزيرة ومما تعلمناه في هذا الفصل ما يأتي أولا طريقة حفظ القرآن الكريم أيضا مراجعة القرآن الكريم وتعاهده أيضا آداب استماع القرآن الكريم أيضا آداب حمل المصحف وقراءته أيضا الاستعاذة والبسملة كل هذه الأمور تعلمناها خلال هذا الفصل أول دروسنا التي تعلمناها في هذا الفصل درسنا الذي كان عنوانه طريقة حفظ القرآن الكريم تعالوا لنسترجع بعض المعلومات التي تعلمناها في هذا الدرس هناك قواعد عامة قواعد عامة لحفظ القرآن الكريم أولها الإخلاص لله تعالى والاستعانة به والتوكل عليه إذن لا بد أن نخلص في حفظنا نخلص في أعمالنا جميعا ومنها حفظ القرآن أيضا أن نتحلى بالصبر والهمة العالية لأن حفظ القرآن شيء ثمين وكل شيء ثمين لا بد أن نصبر حتى نناله أيضا تقوى الله تعالى والبعد عن الذنوب والمعاصي قال الله عز وجل واتقوا الله ويعلمكم الله وقال الله تعالى ومن يتق الله يجعل له مخرجا أيضا التنظيم وذلك بتحديد أوقات الحفظ وتحديد مقدار ما يحفظ يوميا إذن أيضا نحدد الزمان والمكان المناسب لحفظ القرآن وهذا يختلف باختلاف طبائع الناس وما تعودوا عليه وما يناسبهم فكل له وقت يناسبه فمثلا هناك من يناسبه وقت الفجر كوقت مناسب لحفظ القرآن يكون الذهن فيه صافيا وهناك من يناسبه وقت آخر وما المكان فقد يكون المسجد قد يكون المنزل قد يكون المكتبة كل إنسان وله ما يناسبه وما يصفو فيه ذهنه أنتم أي وقت يناسبكم جميل ما شاء الله وأي مكان يناسبكم رائع رائع إذن أيضا تعرفنا على هذه القواعد لا بد أن نسير في خطة معينة لحفظ القرآن الكريم حتى نستطيع أن نحفظ القرآن تطرقنا قبل قليل للإخلاص لأن القرآن عمل أو عبادة من العبادات وتطرقنا للصبر والهمة وتطرقنا لتقوى الله عز وجل وتطرقنا للتنظيم هذه أربعة أمور تطرقنا إليها أيضا لا بد من التركيز التركيز أثناء التلاوة كيف أركز أثناء التلاوة؟ أحسنتم أحسنتم إذن أنظروا للكلمة والحرف والحركة التي على الحرف أيضا أركز في الاستماع أستمع كيف تنطق هذه الآيات أيضا لا بد من تفعيل الحواس السمع البصر غير ذلك مما يعينني على حفظ القرآن الكريم من أراد أن يحفظ القرآن لا بد أن يكرر وهذا التكرار يحتاج إلى الصبر ولذلك لنبغي علينا أن نكرر الآية مرة و أخرى و ثالثة و رابعة و خامسة حتى تستقر و حتى نستطيع تذكرها عندما نريد أن نسمع الآيات المطلوبة أيضا لا بد من الرابط بين المقاطع لا ننتقل من مقطع إلى مقطع إلا و قد أتقلنا المقطع السابق ثم بعد ذلك نربط بين المقطعين من الطرق المجربة والتي لها نفعل لدى بعض الناس الكتابة و هي تعينني في الحفظ و أيضا تعينني في ماذا؟ أحسنتم في تجميل الخط و أيضا تعودني على الإملاء و تعودني على التركيز لأنني حينما أكتب فإنني أقرأ و بالتالي يفيد هذا في تركيز الحفظ إذا أردنا أن نحفظ لا بد أن نسير على خطة لا بد أن تكون هناك أن تكون هناك تخطيط للحفظ ما هي خطتنا التي نقوم بالتفكير بها و تنظيمها حتى نحفظ القرآن الكريم تعالوا هنا لنرى كيف يحفظ الطالب القرآن الكريم أولا لا بد من تحديد المقطع اليومي المراد حفظه لا بد أن أحدد هذا المقطع و يكون مناسبا لقدراتي مناسبا لما أستطيع حفظه لا أتحمس ثم أعطي مقطعا كبيرا لا أستطيع أن أنجزه ولا أستطيع أن أنهيه في ذلك اليوم لا بد أن أستمر على وتيرة واحدة ثم بعد ذلك أطور ولكن لا أتنازل عن مقدار معين من الحفظ دائما أحفظه أيضا من الأمور المهمة الاستماع إلى المقطع المراد حفظه بدقة من المعلم أو من المصحف المرتل لقارئ ممتقن مجيد و مراعاة الوقف والابتداء و أحكام التجويد و فهم معاني الكلمات الصعبة إذن أستخدم حاسة السمع حتى أستمع إلى المقاطع التي أريد أن أحفظها أنتم هل تستمعون للقراء المجودين المميزين أحسنتم مبارك الله فيكم إذن لا بد حينما نستمع أيضا أن نقلدهم في قراءتهم و أن نحاول أن تكون قراءتنا قراءة صحيحة إذا أردنا أن نحفظ مقطعا من مقاطع القرآن الكريم فإننا لا نأخذ هذا المقطع مقطعا كاملا طويلا يصعب علينا حفظه أو قد يصعب علينا حفظه إذن ماذا نفعل؟ ماذا نفعل حتى يكون المقطع السهل الحفظ جميل ما شاء الله تبارك الله إذن نجزئه إلى مقاطع نجزئه إلى مقاطع أحسنتم مبارك الله فيكم حتى لا يكون طويلا ويصعب علي حفظه إذن تقسيم المقطع عدة أقسام أيضا حفظه كل آية أو جملة على حدة إذن نحفظ كل آية أو جملة على حدة أيضا إذا حفظنا كل آية أو كل جملة على حدة فإننا قد لا نستطيع أن نسمع ذلك إلا بعد أمر مهم ألا وهو الربط بين الآيات الربط بين المقاطع الربط بين الجمل وبدون الربط لا يكون الحفظ متقنا أيضا لا بد من تكرار المقطع بعد حفظه حتى يتقنه أيضا من الأمور المهمة عرض المقطع على المعلم بإتقان لا بد أن أعرض حفظي على المعلم أو على الشيخ أو على الوالدين حتى قد أغفل أنا عن خطأ من الأخطاء فيقوم من يستمع إلي ومن أعرض حفظه عليه ومن أعرض حفظي عليه يقوم بالتنبيه لهذه الأخطاء التي قد تغيب عني أنتم إذا حفظتم مقطعا من مقاطع القرآن الكريم هل تسمعونه على أنفسكم أم تعرضونه على أحد أحسنتم لا بد من عرضه على أحد حتى ينبهني للأخطاء التي قد أقعوا فيها إذا انتهيتم من هذا المقطع فإنني سأنتقل إلى مقطع آخر وأقوم بنفس الطريقة التي قمت بها في المقطع السابق ثم أربط بين المقاطع أو بين المقطعين إذا حفظنا القرآن ونحن نشاهد هذا الأمر أحيانا أحفظ آية من القرآن أو أحفظ السورة ثم بعد ذلك يحزنني أنني قد نسيت هذه الآية أو هذه السورة هذا أمر طبيعي وهذه مشكلة قد تواجه هنا ولكن لكل مشكلة حل وسنبحث عن الحلول من خلال هذا الجدول من المشكلات التي تواجه من يحفظ القرآن الكريم نسيان الحفظ فما أسباب ذلك في نظركم الذي تقترح لمواجهة هذه المشكلة ما أسباب نسيان القرآن الكريم هل تعرفون شيئا من الأسباب أنتم إذا نسيتم مقطعا هل فكرتم ما سبب نسيانكم لهذا المقطع إذن تعالوا لنذكر بعض الأسباب أحيانا قد يكون الإنسان لم يحفظ هذا المقطع يريد وجه الله وإنما يريد ثناء الناس فقط وهذا قد لا يساعدني في حفظ القرآن لأن القرآن عبادة القرآن يرجى به وجه الله سبحانه وتعالى فإذا لم أكن مخلصا في عملي هل تتوقعون أن يبقى الحفظ وأن يرسخ هل تتوقعون ذلك أم تتوقعون أنه سيزول لا شك أنه سيزول إذن حتى يتم حفظي ويستقر لا بد أن أخلص في حفظي لله جل وعلا أيضا بعض الناس أو بعض من يحفظ القرآن أو بعض الطلاب أو بعض الطالبات قد يستعجلوا من حماسه من محبته للخير يريد أن ينجز يريد أن يحفظ لكن الاستعجال هذا قد يؤخره وقد يجعل الحفظ لا يستقر لديه ولذلك نبعد عن الاستعجال ونتأنى في حفظنا للقرآن الكريم ونكثف المراجعة ونحفظ القرآن ونراجعه أيضا بالتنظيم تحل كثير من المشاكل بالتنظيم تسهل الأمور الصعبة ولذلك لا بد أن ننظم عوقاتنا لا بد أن ننظم في حفظنا حتى نستطيع أن نحفظ حفظا يثبت لدينا و لا يزول بشكل سريع ومن دروسنا التي تعلمناها في هذا الفصل درسنا الذي كان عنوانه مراجعة القرآن الكريم وتعاهده مراجعة القرآن الكريم وتعاهده من الأمور المهمة لحافظ القرآن الكريم حتى لا يتعرض حفظه للنسيان ولذلك حث النبي صلى الله عليه وسلم على استذكار القرآن حث النبي صلى الله عليه وسلم على استذكار القرآن الكريم وتعاهده محذرا من نسيانه فقال صلى الله عليه وسلم بماذا يأمرنا النبي صلى الله عليه وسلم اقرأوا هذا النص اقرأوه أنتم اقرأوا أحسنتم 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 يقول النبي صلى الله عليه وسلم تعاهدوا القرآن فوالذي نفسي بيده لهو أشد تفصيا من الإبل في عقلها إذن كيف أتعاهد القرآن ما المقصود بتعاهد القرآن إذن أحسنتم جميل جدا إذن هو مراجعته هو استذكاره هو تكراره كل هذا من تعاهد القرآن وقال صلى الله عليه وسلم اقرأوا هذا النص اقرأوا أنتم هذا النص نعم يقول النبي صلى الله عليه وسلم بئس ما لأحدكم أن يقول نسيت كيت وكيت بل هو نسي استذكر القرآن إذن لا أقول نسيت القرآن أو نسيت آية كذا وإنما أنسيت وبالتالي نتبع سنة النبي صلى الله عليه وسلم فيما يرشدنا إليه صلى الله عليه وسلم تعالوا تعالوا لنعيد مراجعة القرآن الكريم وكيف يستقر القرآن الكريم إذن بالتكرار والتعاهد المنظم كثرة تلاوة القرآن حفظا دائما أقرأ حفظا حتى يستقر الحفظ وحتى أنتبه إلى أن حفظي هو من الحفظ المتقن أم أن هناك ملاحظات أم أنني لا أستطيع أن أواصل وبالتالي فأفتح المصحف وأتأكد من حفظي وأراجع القرآن الكريم باستمرار أيضا أن يعرض حفظه على شخص آخر أيضا معرفة مواضع التشابه في القرآن الكريم هناك مواضع هناك آيات يشبه بعضها بعضا لا بد أن أميز بينها حتى لا تختلط علي وحتى لا أخطئ في حفظي إذن هذه طريقة المراجعة التكرار والتعاهد المنظم كثرة تراوة القرآن حفظا ومن ذلك مثلا أن أقرأ بين الأذان والإقامة أقرأ في الصلاة أقرأ قبل النوم إذن حتى أكثر من تراوة القرآن حفظا أيضا أرض الحفظ على شخص آخر على المعلم أو على الوالدين أو غير ذلك كما يفعل هؤلاء هؤلاء الصغار كما يفعلون إذن نعرض حفظنا على شخص آخر يصحح لنا أخطائنا أيضا من الأمور المهمة معرفة موضع المتشابه العيات المتشابهة ومن دروسنا التي استفدنا فيها وتعلمناها آداب استماع القرآن الكريم آداب استماع القرآن الكريم ومن تلك الآداب أولا الإخلاص لله سبحانه وتعالى ثانيا حسن الاستماع والإنصاد لا بد أن أنصت لمن يقرأ أستمع إليه أيضا استشعار عظمة القرآن الكريم القرآن الكريم هو كلام من؟ كلام من؟ أحسنتم مبارك الله فيكم هو كلام الله نزل على من؟ أحسنتم مبارك الله فيكم على رسول الله صلى الله عليه وسلم إذن هذا القرآن ألا يستحق مننا التعظيم؟ بل إذن نعظم هذا القرآن نستشعر عظمة هذا القرآن في قلوبنا أيضا من الأمور المهمة الإقبال على استماع القرآن دون تشاغل أيضا اجتناب العباث وكل ما يشغل أيضا من الأمور المهمة في استماع القرآن تسبيح تسبيح الله عند آيات التسبيح قد نمر بالقرآن الكريم بآيات فيها تسبيح لله فيها بيان عظمة الله سبحانه وتعالى ولذلك نسبح الله سبحانه وتعالى إذا جاء نصر الله والفتح ورأيت الناس يدخلون في دين الله أفواجا فسبح بحمد ربك واستغفر إنه كان توابا فسبحان الله حين تمسون وحين تصبعون وله الحمد في السماوات والأرض وعشيا وحين تظهرون فنسبح الله سبحانه وتعالى عند مرورنا بمثل هذه الآيات أيضا سؤال الله عز وجل من فضله عند آيات الوعد الوعد ما المقصود بآيات الوعد؟ من يعرف المقصود بآيات الوعد؟ جميل رائع أحسنتم أحسنتم نعم هو ما ذكرتم مثل آيات التي تذكر الجنة وما أعد الله للمتقين وما أعد الله للمؤمنين فنسأل الله عز وجل من فضله إن للمتقين مفازة فنسأل الله عز وجل من فضله عند سماع مثل هذه الآيات أيضا الاستعاذة بالله عند آيات الوعد نستعيذ بالله عند آيات الوعد قد عرفنا الوعد فما المقصود بالوعد؟ ما المقصود بالوعد؟ هل تعرفون المقصود بالوعد؟ جميل رائع أحسنتم الوعد هو الآيات التي تتحدث عن النار أو عن ما أعده الله عز وجل للعصات ولمذنبين وبالتالي إذا سمعنا هذه الآيات فإننا نستعيذ بالله عز وجل من هذه الأمور المخيفة التي لا يرغب المسلم بها والتي يستعيذ بالله منها ويسأل الله عز وجل أن يحميه منها عدم مقاطعة القارئ للقرآن الكريم إلا لأمر ضروري فإذا لم يكن هناك أمر ضروري هل نقاطع القارئ للقرآن الكريم أم نستمع إليه؟ إذن نستمع إليه أحسنتم مبارك الله فيكم نستمع إليه ولا نقاطعه إلا لأمر ضروري نريد الآن أن نطبق بعض ما تعلمناه قبل قليل هنا نريد أن نتعرف أو أن نذكر آية فيها تنزيه لله تعالى آية فيها وعد آية فيها وعيد من يستطيع من الأبطال أن يأتي إليه بآية فيها تنزيه لله سبحانه وتعالى قد تعرفنا عليها من قبل نعم جميل أحسنتم مبارك الله فيكم سبحان الله عما يصفون أيضا ماذا يقال عند سمائها؟ ماذا يقال عند سمائها؟ سبحان الله آية فيها وعد وعد إما بالجنة إما بالنعيم إما بما أعده الله للمتقين مثل قول الله عز وجل إن للمتقين مفازة فماذا نقول؟ نسأل الله من فضله نسأل الله من فضله آية فيها وعيد فيها تحديد فيها وعيد ماذا؟ مثل قول الله عز وجل أحسنتم مبارك الله فيكم إن جهنم كانت مرصادة نعوذ بالله من جهنم نعوذ بالله من جهنم أو اللهم إني أعوذ بك من نار جهنم هناك بعض التصرفات تخالف آداب استماع القرآن الكريم هل تعرفون شيئا منها؟ هل تتذكرونها؟ قد قيدناها ومن ذلك الحديث مع الآخرين أثناء الاستماع للقرآن وأيضا الإنشغال بالألعاب أو المليات أثناء الاستماع وأيضا من ذلك مقاطعة التالي والحديث معه وإشغال التالي عن قراءة القرآن الكريم نريد الآن أن نكتب عبارات فيها حث على التحلي بآداب استماع القرآن الكريم سأترك لكم المجال الآن لتفكروا بعبارات وثم أعود إليكم بعد قليل هل استطعتم أن تكتبوا عبارات؟ إذن فكروا بعبارات أنا قد كتبت هذه العبارة الاستماع والإنصات للقرآن سبب لرحمة الرحمن وأيضا أريد عبارة تحذر من بعض الأفعال التي تخالف آداب استماع القرآن الكريم هل بحثتم عن عبارة في ذلك؟ جميل أحسنتم أنا كتبت في ذلك كتبت عبارة عدم الاستماع للقرآن نوع من الهجران إذن المقصود بعدم الاستماع هجر القرآن أو حتى التشاغل أثناء تلاوة القرآن فهو لا يستمع وإنما يسمع فقط فهذا يعتبر نوع من الهجران هناك عبارات خاطئة في هذا الجدول أريد منكم أن تكتشفوا الخطأ فهل تستطيعون ذلك؟ أحسنتم أحسنتم تعالوا معي هنا سؤال سؤال الله من فضله عند الاستماع لآيات الوعيد إذن يقول سؤال الله من فضله عند الاستماع لآيات الوعيد هل هذا الأمر صحيح؟ هل نسأل الله من فضله عند الاستماع لآيات الوعيد؟ أم نستعيذ بالله من ذلك؟ أحسنتم أم متى نسأل الله من فضله عند الاستماع لآيات الوعد إذن الاستعاذ بالله من عذابه عند الاستماع لآيات الوعيد طيب انظروا هنا يقول الاستعاذة بالله من عذابه عند الاستماع لآيات الوعد هل هذا الكلام مقبول؟ هل هذا كلام صحيح؟ بالطبع لا إذن نقول ماذا سؤال الله من فضله عند الاستماع لآيات الوعد عند الاستماع لآيات الوعد الإنصات أن يلقي سمعه ويحضر قلبه ويتدبر ما يستمع هل هذا تعريف للإنصات هل هذا أم تعريف لشيء آخر ما رأيكم أنتم أحسنتم مبارك الله فيكم إذن هذا تعريف للاستماع وليس تعريفا للإنصات تعالوا معي لنختار الإجابة الصحيحة ضع علامة صح أمام التصرف الصحيح فيما يأتي إذا تثائبت وأنت تقرأ القرآن الكريم تتوقف عن القراءة حتى يذهب تثاؤبك أو لا تتوقف عن القراءة أي الإجابتين في نظركم هي الإجابة الصحيحة الأولى أم الثانية أحسنتم هي الإجابة الأولى الإجابة الأولى مقاطعة القارئ للقرآن الكريم لا يقاطع إلا للضرورة يقاطع لأي سبب من الأسباب أي الإجابتين الصحيحة أحسنتم الإجابة الأولى لا يقاطع إلا للضرورة ومن دروسنا التي تعلمناها واستفدنا منها في هذا الفصل آداب حمل المصحف وقراءته تعالوا لكي نستعرض شيئا من ذلك الدرس من أهم الآداب التي ينبغي أن يتأدب بها المسلم مع المصحف الشريف ما يأتي الطهارة عند مس المصحف إذن هذا أدب من الآداب أنني أتوضأ قبل أن أمسك المصحف أو قبل أن أمس المصحف أنتم حدثوني عن تصرفكم هل أنتم تحافظون على هذا الأدب هل تتوضأون قبل أن تمسوا المصحف رائعون ورائعات ما شاء الله بأي يد أنتم تمسكون المصحف بأي يد تمسكون المصحف هل تمسكونه باليد اليمنى هل تمسكون المصحف باليد اليمنى أم تمسكونه باليد اليسرى جميل ما شاء الله عليكم المصحف معظم ولذلك القرآن معظم ولذلك نمسكه باليد اليمنى أحسنتم مبارك الله فيكم أين تضعون مصاحفكم لا بد أن نضعها في مكان لائق بها أليس كذلك إذن نضعها في مكان طاهر يريق بها أيضا لا نعبث بصفحات المصحف ومن دروسنا التي أريد أن أختم بها الآن الاستعاذة وعرفنا معنى الاستعاذة وأنها الاتجاء إلى الله تعالى وطلب الحماية بالله من الشيطان الرجيم فإذا قال القارئ أعوذ بالله من الشيطان الرجيم فكأنه قال التجئوا وأتحصنوا بالله من الشيطان ومعنى الرجيم هل هو المرجوم بالحجارة أو المطرود من رحمة الله لا شك أنه المطرود من رحمة الله أيضا تعرفنا على البسملة وأحكامها كانت هذه من الدروس الشيقة التي استمتعت بتقديمها لكم واستمتعت بمتابعتكم وفي ختام هذا الفصل لا يسعني إلا أن أشكركم بعد شكر الله عز وجل أيها المبدعون والمبدعات والرائعون والرائعات والمتفوقون والمتفوقات وإلى درس آخر ولقاء جديد وأنتم ونحن في خير وعلى خير والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته اشتركوا في القناة